العالم محمد بن موسى الخوارزمي الجزء الثاني وثق الخليفة المأمون في محمد الخوارزمي عالم الرياضيات الأشهر وولاه بيت الحكمة ذلك الصرح العلمي الكبير ثم أرسله في بعثات لاستكشاف دول كثيرة لم يكن أحد من العلماء قد زارها من قبل ومع مرور الوقت كانت هذه الثقة تزداد هل أخبرتك عن هذا الكتاب من قبل يا أخوارزمي؟ أي كتاب؟ تفضل السند هند نعم كتاب قديم عن الفلك كان هذا الكتاب قد جاءنا من الهند مع رحالة هندي زار بغداد وقام العالم محمد الفزاري بوضع هذه الترجمة التي بين يديك وأشعر أن هذا الكتاب يحتاج إعادة كتابة مرة أخرى ها هو الكتاب بين يديك فانظر ماذا أنت فاعل به سأنظر في أمره يا مولاي لم يخيب الخوارزمي ظن المأمون فيه فقد قام بمراجعة الكتاب وتصحيحه وأسماه السند هند الصغير حسنا ها أنت تثبت لي يا محمد أنك على قدر المسؤولية وأنت يا مولاي تضرب مثلا لكل حاكم كيف ينبغي أن يكون دور السلطان في رعاية العلم والعلماء هذا واجب لا أستطيع التخلي عنه فبالعلم تنهض الأمة كلها وتستفيد البلاد حسنا بما أنك قد انتهيت من مراجعة السند هند فإنك مستعد للمهمة الثانية خيرا يا مولاي أعرف يا أخوارزمي أنك مهتم بالرياضيات والحساب والجبر ولكنك نبغت في علوم أخرى ووصلت فيها إلى ما لم يصل إليه غيرك من علماء هذا العصر ولذا فإني أطلب منك أن تقوم بترجمة هذه الكتب جميعها إنها الكتب اليونانية الموجودة في بيت الحكمة نعم كلها أريد منك أن تترجمها وحدي كلا بالطبع سيشاركك عدد من العلماء وطلاب العلم في هذه الترجمة إنها كتب في مختلف العلوم إن وفقنا الله لترجمتها فمعنى هذا أننا سنوفر لطلاب العلم كنزا من المعرفة وستصبح لدينا أجيال جديدة من العلماء الذين اطلعوا على ما لم يطلع عليه أحد قبلهم مهمة نبيلة يا مولاي هيا إذن لتبدأ في تنفيذها بدأ العمل المضني في ترجمة هذه الكتب ونجح الخوارزمي في قيادة فريق المترجمين لإنجاز هذا المشروع الحضاري الضخم وحانت اللحظة التي سيكلف فيها الخليفة عالمنا بأمر سيظل التاريخ يتحاكى عنه صافرت كثيرا يا خوارزمي ورأيت بلادا مختلفة ولا بد أنك استفدت من تلك الرحلات الحمد لله يا مولاي حسنا ما سأطلبه منك الآن سببه هو تلك الرحلات التي قمت بها وثقتي بك وأيضا أنني أعرف أنك تمتلك من العلم ما يؤهلك لتحقيق ما أرجوه من نتيجة ما كلفتني بمهمة يا مولاي إلا وأنا أرى فيها خيرا للعلم والعلماء في حاضرهم ومستقبلهم أريد منك عمل خريطة للعالم خريطة نعم فلدينا كثير من الخرائط رسمها مختلف العلماء والرحالة ودوما ما تأتي الخرائط مختلفة عن بعضها في أمور كثيرة أعتقد أنك أكثر من يمكنني أن أطمئن لأنه سيعطيني نتيجة أقرب إلى الصواب الأمر يحتاج وقتا وجهدا يا مولاي وكثيرا من الاطلاع والدراسة والمساعدة أنت أهل للقيام بالاطلاع والدراسة وعادتي بك أنك تتحمل الجهد وتستغل الوقت أفضل استغلال أما عن المساعدة تفضلوا يمكنكم الدخول الآن هؤلاء يا أخوارزمي مجموعة من أفضل المهتمين بعلوم الجغرافية ما زال هناك آخرون سينضمون إلى هذا الفريق قريبا شكرا لهذا الدعم يا مولاي أعتقد أنني أستطيع أن أبدأ الآن راجيا من الله أن يوفقني للوصول إلى نتيجة جيدة بدأ الخوارزمي في العمل على رسم خريطة للعالم وظل فريق المساعدين له لينجح الخوارزمي أخيرا في رسم خريطة للعالم المعروف في ذلك الوقت خريطة هي الأقرب إلى الحقيقة من كل ما رسم من خرائط حين ذلك الحمد لله أنجزنا العمل سيدي هل لي بسؤال تفضل أيها الراجل الطيب أنا كما تعلم لست إلا خادما بسيطا في هذه المكتبة ولا أملك من العلم ما تملكه أنت وغيرك من العلماء ولكن أحيانا ما تلح علي بعض الأسئلة التي لا أجد جوابا لها ولماذا لا تسأل من تقابله من طلابي؟ كلما سألت واحدا منهم أجده مشغولا أو غير مهتم للإجابة فأعرف أنهم يتهربون مني فمن سيعلم رجلا كبيرا مثلي؟ سل كما تشاء يا سيدي فإن كنت أعلم الإجابة فسأخبرك إن شاء الله عرفت أن هذا الرسم هو خريطة للأرض أليس كذلك؟ بلى لماذا إذن رسمتها داخل دائرة؟ ألم يكن من الأفضل أن ترسمها كما هي الحقيقة أرضا مسطحة كهذه الخريطة مثلا؟ ولكن الحقيقة أن الأرض كروية ماذا؟ كروية؟ نعم نحن لا نعيش على أرض مسطحة بل الأرض ما هي إلا كرة كبيرة تسبح في الفضاء تسبح؟ أعرف أنها مفاجأة أن تعرف بمثل هذه الأمور وسأشرح لك في وقت لاحق أما الآن فأنا مضطر للقاء الخليفة الذي يريد الإطمئنان على سير العمل في رسم الخريطة عدني يا سيدي أنك ستعلمني أعيدك يا أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما الأمر يا أخوة رزمي؟ لا شيء يا مولاي رجل طيب يريد أن يعرف أمرا ووعدته بتعليمه إياه أتعلمه وهو في مثل هذه السن؟ لا شيء يمنع الإنسان من اكتساب المعرفة يا سيدي ولكنه مجرد خادم بسيط وأنت محمد الخوارزمي أشهر عالم في بلاط الخليفة لماذا لم ترسله إلى أحد طلابك ليعلمه؟ لو أن أحدا من طلابي كان قد قام بواجبه تجاه هذا الرجل لما أتى اليوم ليسألني العلم الذي نملكه يا مولاي لا فائدة له إن لم ننفع به الناس أصبت يا خوارزمي دائما تملك الحجة التي تقنعني بها ها أرني ما توصلت إليه في رسم خريطة العالم ظل الخوارزمي مضربا للمثل في حب العلم وفي رغبته الصادقة في أن يستفيد بعلمه كل الناس وفي الخليفة المأمون ولكن دور الخلفاء في رعاية العلم لم يتوقف فسار من بعده الخليفة المعتصم بالله على نفس النهج وظل الخوارزمي يقوم بأبحاثه ويؤلف كتبه ويتوصل لنظرياته ومن بعد المعتصم بالله جاء الخليفة الواثق بالله مرحبا بك وبطلابك ومساعدك يا خوارزمي وشكرا لك على هذه الدعوة الكريمة يا مولاي يا خوارزمي أنت كبير العلماء وموضع ثقة من سبقني من الخلفاء الحمد لله هل ترغب في القيام برحلة أخرى كالتي قمت بها أيام الخليفة المأمون؟ بالطبع يا مولاي حسنا اختر من تريده من طلاب العلم ليشاركك في هذه الرحلة وأخبرني بمن سيحل محلك في بيت الحكمة سيسافر معي الشباب الأشداء من طلابي والذين يتحملون صعوبة السفر أما عمن يحل محلي في بيت الحكمة ويدير شؤونه في غيابي فلن أجد من هو أصلح لهذه المهمة من هذا الرجل الطيب وطالب العلم المجتهد وكأني أعرفك رأيتك كثيرا من قبل ولكن ما هذا؟ ألست خادما ممن يعملون في بيت الحكمة؟ بلى كنت خادما هناك يا مولاي رأيتك كثيرا بالفعل عندما كنت أذهب إلى هناك ولكن ماذا تعني بكنت؟ هذا الرجل يا مولاي مثال للإنسان الذي يسعى إلى العلم لم تمنعه سنه من أن يستزيد من العلم وأثبت في وقت قصير أنه إنما خلق ليكون طالب علم متميز الحمد لله هذا بفضل الله ثم بفضل الخوارزمي العالم الكبير الذي ساعدني عظيم لهم يا دين ابن سينة ترجمة نانسي قنقر